إذن مشاهدين نناقشوا إجراءات إنشاء المدن مع المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار أهلا بك أستاذ نبيل بداية نسألك عن مدينة الجواهري 30 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى قطع الأراضي إذن المساحة معروفة عدد الوحدات معروفة وانطلق العمل فعليا هل لك أن تحدثنا عن هذا المشروع؟ نعم تحية طيبة لحضراتكم وإلى كل مشاهدين الكرام مدينة الجواهري السكنية هي واحدة من المشاريع التي أحيلت قبل فترة ضمن خمس مدن أحيلت إلى القطاع الخاص لغرض إنشاء مدن سكنية بها مدينة الجواهري هي واحدة من هذه المدن التي تبلغ مساحتها 7155 دونم ستضم 30 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 10 ألاف قطعة أرض هذه ستكون مخدومة وضمن صيغة الشراكة الجديدة التي أعطيت للفريق التي شكل برئاسة معالي وزير الإعمار والإسكان هذه ستكون هي نسبة إلى الدولة وهذه حقيقة هي صيغة شراكة تحدث لأول مرة حتى هو موضوع إحالة مدن وأراضي بهذا الحجم أيضا هو موضوع يحدث لأول مرة في العراق ما راح تكون حقيقة مدن عادية وضعنا عدة معايير للمطورين والمستثمرين لإنشاء هذه المدن خططنا إلها إلى أنه هي تكون مدن مستدامة يتستخدام المواد العازلة للبناء يكون بها بالإضافة إلى المعايير الأخرى المتعلقة بكفاءة الشركات اللي راح تنفذنا هاي المشاريع وإن شاء الله يعني هو انطلقنا بيها وهي كانت يعني واحدة من أولويات البرنامج الحكومي اللي اتعهدت به الحكومة مستمرين بموضوع المدن السكنين مثل ما معروف أنه حجم أزمة السكن هي حجم يعني أزمة كبيرة حقيقة في البلد وتفاقمت كثيرا في السنوات الأخيرة ما صار يعني عدد وحدات سكنية واكب الفجوة الكبيرة التي حصلت رغم وجود المجمعات السكنية اللي تبنى لكن هذه المجمعات قد تكون هي مجمعات استثمارية بأسعار خيالية يعني ما يستطيع المواطن البسيط أنه يقتني له وحدة سكنية المجمعات اللي تبنيها وزارة الإعمار والإسكان من خلال دائرة الإسكان أيضا هي مجمعات ما أتلبي الطموح حقيقة باعتبارها يعني مئات الوحدات السكنية نحن نتحدث عن مدن ستوفر آلاف الوحدات السكنية إن شاء الله طيب الاتفاق الذي حصل 25% من مجمل قطاع الأراضي لو مجمل المشروع من الـ 30 ألف إلى 10 ألف يعني كان هناك موديلات شراكة جديدة حقيقة وهي قلت لك واحدة من الصلاحيات اللي أعطيت لهذا الفريق إنه إيجاد موديلات شراكة جديدة مع القطاع الخاص فهناك يعني ستشوف بالمستقبل إن شاء الله بعض المدن هناك قد يعطونا وحدات سكنية يعني 10% 15% هذا الموضوع لا هو رح ينطونا أراضي اللي هي العشرة آلاف يعني العشرة آلاف والثلاثين ألف هي أربعين إن الخمسة وعشرين بالمئة مالتها هي العشرة آلاف أرض مخدومة رح تكون هذه الأراضي طبعا أيضا هي من تكون مخدومة يعني ذكر اليوم دولة رئيس الوزراء إنه أيضا الدولة عينها على هذا الموضوع هذا إنه من خلال أني رح أعطيهم قروض ميسرة يعني هو الأساس المشروع اللي هذا اللي تمنت الحكومة هو استهدف به الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود يعني بإضافة إلى أنه يا إما أعطي وحدة سكنية يا إما أعطي أرض وأعطي قرض يساعد على بناء هذه الوحدة السكنية لكن في سياق التصريح أرض مخدومة نعم بكل تأكيد يعني كاملة جاهزة بكل تأكيد هي خدمات واحدة من أهم المعوقات اللي كانت كانوا يوزعوها بالسابق في أماكن بعيدة غير مخدومة لذلك ما استفادين منها يعني حتى اللي كانت تطلع لقطعة أرض ما استفاد من قطعة الأرض طيب الـ 25% أستاذ نبيل لتوزيعها على المواطنين أي مواطنين بالتحديد أحنا أدنا تجربة سابقة في هذا الموضوع من خلال مجلس وطني الإسكان يعني المجمعات السكنية التي تبنيها وزارتنا هناك فئات مجتمعية مستحقة حقيقة في موضوع توزيعها يعني الرعاية الاجتماعية يعني ذوي الشهداء الأرامل وغيرهم من الفئات يعني أدنا حقيقة مجموعة فئات يعني تعطى وفق نسب معينة فبالتأكيد أيضا هذا الفريق أيضا هو مخول بوضع النسب الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي للناس المستحقين اللي هم ممكن يكونون ذوي الرعاية الاجتماعية نعم وممكن ذوي الشهداء يعني على غرار ما معمول به في الوحدات السكنية التي يتم توزيعها من خلال المجلس الوطني الإسكان والنسب المجتمعية اللي موجودة عن المهجرين الشهداء مثل ما ذكرت لك ذوي الرعاية الاجتماعية والشهداء وغيرهم من الفئات اللي مستحق الحالات الإنسانية يعني اللي تستحق أنه توزع بالإضافة إلى أنه قد تكون هناك يعني هذه بالنسبة للفئات هذول لكن أكو بعض الأفراد ممكن أن الدولة تدعم هذا الموضوع يعني من خلال أنه هي قد تتحمل جزء من المبالغ هذه الأراضي يعني 50% قد هي تتحمل الجزء الآخر مثل الرأساد نبيل ذوي الدخل المحدود اللي ما عنده نعم ذوي الدخل المحدود أو قد يعني مثل ما ذكرت لك أنه تعطى يعني مقابل يعني سعر رمزي بسيط والآخرين يعني ممكن أعطيهم قروض لغرض مساعدتهم في شراء هذه الوحدات السكنية طيب رئيس الوزراء أيضا قال أكملنا إحالة المدن الأربعة الأخرى يعني هل سنشهد الانطلاق فيها قريبا؟ إن شاء الله يعني إحنا هذه الأربعة هي من ضمن خمسة اللي أحيلت يعني إحنا كان عدنا في بغداد والموصل وكربلاء المقدسة وبابل والأنبار إحنا الأربعة يعني عدم الأنبار اللي هي ما استكملت يعني إجراءات الإحالة مالتها الأربعة ذني إن شاء الله اليوم أطلقنا وإن شاء الله الباقي تطلق تباعا إضافة إلى هناك مدن أخرى في طور إكمال إجراءات إحالتها إلى المطورين والمستثمرين على غرار ما تمفعل بهذا الموضوع هذا موضوع المدن السكنية حقيقة إحنا قلنا لازم نستمر به على مدى سنوات يعني الفترة اللي تركنا هذا الموضوع كبير ونحتاج إلى آلاف الوحدات السكنية باستمرار هذا الموضوع يعني على مدى السنوات القادمة إن شاء الله يعني بكل تأكيد سيكون هناك فرق حتى في أسعار العقارات اللي موجودة باختصار أستاذ نبيل السقف الزمني لإتمام على الأقل الجواهي ونتحدث رئيس المزراء قال الأسعار ستكون ثابتة لكن بالأساس هل لدينا الآن أسعار واضحة لهذه الوحدات أو الأراضي؟ أحنا إن شاء الله حال ما نكمل هذه الموضوع بالمناسبة أكفة فقرة يعني إحنا فرضيها على الشركات والمطورين اللي اخذوا هذا العمل بعدم المضاربة بالأسعار أيضا هناك يعني تحديد لمن يستطيع أن يشتري أكثر من وحدة سكنية حتى ليتم المتاجرة بها وبذلك ممكن إحنا نسيطر على موضوع الأسعار اللي موجودة والسقف الزمني السقف الزمني اللي إن شاء الله يعني هذه المدينة يعني ثلاث سنوات إن شاء الله تكون قد أنجزت